نجي على الاضطرابات التي موجودة في منطقة الوصد وكذلك الاضطرابات الشائعة التي سنصادفوها بالإسعاف أو بالعنايات الـ SPT أو التسرع فوق البطيني يشكل 5-10% من كل النظميات السريعة يعني هو كمان من الاضطرابات الشائعة طبعاً لنظميات فوق البطينية منشأ منطقة الوصد الذي هو زيني البطيني أكثر ما يشاهد لدى المصابين بمرض قلبي بنيوي يعني مرض في بنيك العضل القلبي أو داء الشرعين الإكليلية أي الإقفار القلبي الخلناق أو حتى في الاحتشاءات كما في احتشاء العضل القلبي السفلي وأيضاً يحدث نتيجة تناول المنبهات أو حالات شدة أو القلع المناورات المبهمية مثل إحداث التهوع خاصة لسان ممكن تقربه لآخر البلعوم الفموي وتخلي المريض أنه يتهوع تنبيه هون المبهم رح يؤدي إلى ممكن إبطاء التسرحات كذلك شعر ما تضغط على بقب والعين أيضاً من المناورات اللي بتنبه المبهم بتأدي إلى أبطاء هالنظم هات كذلك الإدلوزين أيضاً ممكن ينهي هذا التسرح حاصرات بيتا حاصرات خلوات الكاليسيوم الدجوكسين كل هاي ممكن تساعد في منع النقص لأنها التسرح هذا من التسرعات اللي ممكن تنكس استرعات عادة بتكون بين 150 و250 ضرر في الدقيقة النظم بيكون طبيعي منتظم يعني الموجة بي لا ترى عادة نحن بالعادة ما نشوف موجة بي إذا النظم سريع 150 و250 ومنتظم بي عادة ممن لاحظة أحياناً ممكن لاحظة مدموجة مع الـ PURS يعني ضايع جواك الـ PURS بشكل عام نحن نعتبرها أنه هي غير موجودة التنبيه غالباً من منطقة الوصلة زيني البطيلة المسافة PR أيضاً طالما أنت ما عند تشوف موجة P أو موجة P مدموجة ضمن مركبة PURS فبالتالي مسافة PR ما رح تحسن تليسا بدقة فلا يتأخذ يعني لا ينظم قياسها PURS ستكون طبيعية لما نقول PURS طبيعية بمعنى أنه عقدة أقل 3 مربعة صغيرة فإذا منعيد النظم بسرعة أول شيء في عنا السرعة 150 ل250 ضربة في الدقيقة سريع إذا حسبت السرعة السرعة ستكون هنا النظم منتظم P عادة لا ترى P لا تقاس PURS و PURS بتكون طبيعية يعني فيها نقول هذا تسرع ضيق المركب تسرع ضيق المركب بمعنى تسرع منتظم ولكن مركب PURS بيكون ضيق هذا شكل الـ SVT أول شيء إذا حسبت السرعة رح تطلع معكم أكثر من 150 ضربة في الدقيقة اثنين هو منتظم تمام؟ إذا تصمت مسافة RR يعتبر منتظم مسافات متساوية ثلاثة QRS ضمن الطبيعي عرضة أقل من 3 مربعات صغيرة أو أقل من 100 ملي ثاني الموجات P عادة لا ترى أحياناً ممكن انشاهدها مثلاً هون ممكن انشاهد موجة P مدموجة هون ممكن انشاهد موجة P هون ما في يعني بشكل عام ما في عنا موجة P واضحة فأنا هون ما بعتبر في عندي موجة P تسرع من القوق البطيني الانتيابي أو الـ PSVT هو عبارة عن SVT ولكن يأتي بشكل نوابي يعني يجي لحاله ويغتفي لحاله فجأة هذا شكل الأشكال للـ SVT النوابي كذلك هو من الأمور يعني ممكن انشاهده أول شي كان عندي في النظم جايبي طبيعي فجأة دخل المريض في حالة نوابة SVT وبعدين ممكن يرجع النظم طبيعي أو ممكن يستمع ماذا يقول الأدينوزين في إنهاء SVT نحن حكينا أنه المناولات المهمية مهمة كثير في إنهاء هذا التسرع خاصة في غرف الإسعار كثير من الجارة المناولات المهمية لكن الأدينوزين إلا لغير في إنهاء نوابة SVT إذا أظهرنا نوابة SVT على التخطيط وأثناء أعطاء جبعة الأدينوزين تمام؟ منقلة النظم مباشرة لنظم جايبي فمنلاحظ هنا في عندي نوابة SVT بعد أعطاء الأدينوزين تحول نظم إلى نظم جايبي طبيعي طبعاً كل مسرة بيكون شكل التخطيط مختلف عن المسرة الثانية ما رح تلاحظوا نشط التخطيط في كل المثال لكن النظم الجايبي رح يكون موجود في حال إذا أعطينا الأدينوزين لنا مريض SVT فمنشوف تحوله من تسرع فوق بوطيني إلى نظم جايب ظهرت موجة بي كوراس طبيعية المسافات طبيعية ما في عندي التسرع بينما هون شوفوا التسرعات بي عادة غير موجودة ما منشوف بي هاي ممكن بي صغيرة ممكن هاي بي لكن بشكل عام أنا ما في عندي بي يعني ما فيني أحكم إنه هاي بي طبيعية هاي ميدي طبيعية فلذلك يعتبر تسرع منتظم ضيق المركف بدون وجود بهذا عبر عن SVT ترجمة نانسي قنقر